موسيقى أعزائي المشاهدين وحشتونا النهاردة إن شاء الله برنامج يوم جديد مع الستات دوت كوم إن شاء الله النهاردة معيكم أفصائيات التخاطب ولا فرج هنقش مع بعض النهاردة إن شاء الله سلوكيات الأطفال بكل بساطة وهدوء النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نبتدي نحل مشكلة السلوكيات الخطأ اللي احنا بنعاني منها مع أطفالنا يعني مثلا إحنا ما تقوليش أنا خلاص زهقت أنا خلاص تعبت ابني بقى خمس سنين بقى ست سنين بقى عشر سنين ولسه نفس السلوك الخطأ لسه بيجذب لسه بيقول كلام مش كويس لسه بيعمل حاجات مش عجباني وتقولي خلاص أنا فقدت السكة أنا خلاص معه أنتش عارفة أعمل إيه لأ أنت لازم نقف هنا استوب أنت لازم تبقى عندك سكة في نفسك أولا ثم في ابنك أن أنت هتقدر تحاولي مرة واثنين وثلاثة وعشر ومليون لحد ما توصلي للنتيجة اللي أنت حباها في طفلك وأن أنت تشوفيه في أحسن حال فهو أهم حاجة أن نكون عندنا سكة وإيمان فينا وفي أولادنا دي أول شيء تاني شيء وهو ده أنت لازم تحطي تحته مليون خط الصبر الصبر لأننا مش النهاردة أو بكرة أو بعده هحل مثلا مشكلة أن ابني بيقول كلام مش كويس بيعمل حاجات غلط بيجذب كتير مش النهاردة أو بكرة أو بعده هنحل المشكلة دي لا طبعا إحنا أنت عارفة أن أنت أقل حاجة أقل مشكلة أنت لازم لو أنت عنده هو مثلا تعدد مشاكل هو وحش فيها بيجذب وبيشتم بيسرق بيعمل أخطار أكتر حاجة بدايقاني فيه وابتدع لجهة لأن أقل فترة علاج لها علشان تلاقي نتيجة حلوة وتلاقي حاجة مرضية كده ليكي والابنك اللي هو ست شهور تمام؟ يعني بداية كده من أول ست شهور تبتدي تحسي أن فيه تغيير فيه حاجة كده بدأت تبقى صح فأنت تخذي حاجة حاجة ما تقوليش أنا هشتغل معاه كل حاجة علشان أن أنا أحلها الثالث حاجة أنا أشوف أساس المشكلة إيه؟ أساس المشكلة يعني أنا مثلا ابني ساي ما بيعرفش ذاكر أو تحصيله مش قد كده أشوف أساس المشكلة أنا إيه؟ أساسها أسري ولا أساسها مكتسبها من حد ولا يعني في حاجات كتير لأن العامل الأسري في البيت عليه عامل مهم جدا جدا لو الأب والأم مطربتين هتلاقي الأبناء طبعا يعني ماشيين على خط مستقيم فإن شاء الله إحنا هنشوف مع بعض كل الحاجات دي إن شاء الله دلوقتي وهنحلها واحدة واحدة كده ونطلع مع بعض فاصل وارجع لكم وارجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل إحنا نشوف إحنا هنكمل سلوكيات والأطفالنا وولدنا علشان نحس إنهم دايما الأحسن ودايما نكون راضيين عنهم وراضيين كمان عن نفسنا إن إحنا نكون إزاي حاسينا إن إحنا قدينا أداء صحيح في تربية ولادنا مش حاسين إن إحنا بنعمل كل حاجة لهم وحاسين إن إحنا عمللنا ولا حاجة من ناحيتك ومن ناحيته فطبعا إنت عليك عامل مهم جدا ولو الأب والأم إدهم في إيد واحد يعني إن هم اللي اتنين ماشيين على لين واحد هتلاقي طفلك مش بيطلع بره اللين ده يعني سي مثلا هو لو عارف إن الأب والأم مختلفين في حاجة الأم رفضت في حاجة هيروح بابا فهو حصل كذا 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 لا طبعا علشان هي قالت لأ أنا موافق أوكي لا ده أكبر غلط الأهالي بتعملوا الفترة دي وبتدمر سلوكيات ولادها بتدمر نفسيتهم بتدمر حاجات كتيرة جدا جدا فيهم وهم مش عارفين ليه علشان خاطر فيه عند إن ماما رفضت يبقى بابا يوافق لو بابا رافض ماما تزن وعايزة توافق لا إحنا لو إدينا في إيدين بعض صدقوني أولادنا دي هتكون في منتهى الجمال وهتكون في منتهى الهدوء وزي ما انتو حابين وأكتر كمان دي حاجة حاجة تانية إن أنا مثلا بلاش سلوكيات الأطفال أنا مثلا الأسرة دي هفقدين بعضه برضو ابني عنده مشكلة أحلها إزاي طيب بلاش النقطة دي أنت حساها إزاي يعني أنت أكتر حد يعني مرائب ابنك أكتر حد عرف ابنك تقولي هتردي علي وتقوليلي أن أنا ابني كويس جدا جدا بس لما بنروح المكان الفلاني ابني بيتحول طيب خلاص طب ما أنت عارفة الحل ما بتحلهوش ليه أبطل مروح المكان ده طب إزاي يعني أمنعه عن أقرب صلة ليه أمنعه لا مش هتمنعي بقدر ما هو أنت هتحجمي هتحجمي بدل موجود ابنك مع الشخصية اللي بيكتسب منها الحاجة الغلط دي خمس ست سبع ثمان ساعات لا كفاية قوي قوي أنهم يقضوا ربع ساعة مع بعض علشان خاطر ده لو ده لو فيه صلة أرابة لكن لو ما فيش صلة أرابة وإنتوا مثلا أصدقاء جيران صديقه في لعبة في أي حاجة من الحاجات دي يبقى أقطع جزري مليش أنا أخلي ابني أخطار أنا يعني الصداقات بس مفردهاش عليه أنا اللي أخليه إزاي يسيب الطريق ده أو يسيب صديقه ده أو يسيب أي حاجة مش كويسة هو شايفها بمنتهى الهدوء حبيبي أنا حاسس أنت هتبقى أفضل أو أحلى أو أنا شايفك مع الشخص التاني ده يعني لايقين على بعض أنتوا الاتنين كويسين كارزمة واحدة أدب واحد لكن الشخص ده مختلف عنكو تماما مرة في مرة في مرة صدقيني ابنك هيبعد عن الشخص ده ده لو حد بعيد عن طاق الأسرة لكن لو حد في الأسرة نفسها طبعا هتقولي إزاي هيقولولي أنت فين ابنك ما بتجيبيش ابنك ما بتعمليش ابنك وبعداه وعملاه لأ طبعا مش هينفع بس بدل ما أنا ابني بيعود بالساعات مع الشخصية اللي أنا مش حاب أنه هو يكتسب منها لأ أنا أخليها ربع ساعة في تواجه دي ما ينفعش أسيبه معاه وأتنيني برضو أن أنا أصحح يعني طول ما أنا قعدة ما ينفعش على فكرة يعني مش مش أسلوبنا مش حياتنا لازم تعديلي طول ما أنت قعدة توجهي توجهي وتعديل بأسلوب شياكة كصديقة يعني تاخدي ابنك ده يبقى صديقك بنتك صديقتك لأن الأيام دي بقى فيه سوشيال ميديا والحاجات دي خلت الولاد بعد عن الأهل جدا جدا كل طفل عنده أربع خمس سنين معا موبايل خاص به درجة أنه عامل باسورد فأهله ما يعرفوش عنه حاجة ما يعرفوش بيكلم مين أنا بلعب كل حاجة أنا بلعب ولا أنت عارف هو بيكلم مين بصاحب مين طالما هو ساكت خلاص تمام فهو طالما هو ساكت وخلاص فأنا ساكت فإحنا معينا دلوقتي مدخلة ونقول ألو ألو أيوة سلام عليكم أيوة وعليكم سلام أستاذة أمل معي أيوة مع حضرتك أهلاً أسهلاً إزاي حضرتك الحمد لله نعم الحمد لله تمام تفضلي عند حضرتك سؤال حابة تقولي أيوة بصي عندي عندي رميسة بنتي تمام هي عدوانية بعض الشيء تمام تمام يعني مثلاً لما بتجي تلعب مع أريبها أو كده بتبقى تزلقها عدواني شوية وغير كده في بعض الحركات بتعملها يعني حركة عيب يعني حركة مش قويسة آه بمعنى تمام يعني حركة يعني حركة ضرب يعني كده ولا ولا حاجة في موشن الوش لأ بش أقولها حذك يعني مثلاً ممكن تحط إيديها بحيث تعيف أنا حسبتها ما أكلمتها كذا مرة بنروحها وضربتها مرة طب ما بدل ما نضرب ما نشوف ما يمكن شافت حاجة خلتها تخلتها كده أبضل أقولها تم قولي لي حد عمل حاجة رومات وقالي لأ تم حد يكلم رومة في حاجة وحشة تقولي لأ تم إنتي شفتي حاجة تقولي لأ فأنا دلوقتي بقيت أتابع معها أشتب إنها مش هضربك تاني بس لما يحصل حاجة تقولي لأموة طيب هو هي بتخاف من حضرتك أصلاً يعني بتخاف بتترعب منك يعني أوه سعيد للناس عم تضربك كتير أوه طب ما هو ده السبب إن إحنا بعيدنا يعني البعد ده وحش جداً جداً يعني لكن لو أنت مسكتي المشكلة الأكبر أنهي فيهم اللي مضيقاكي إن هي عدوانية أنا أنا بحبك أنت أكتر حد في الدنيا دي كلها أنت حياتي أنا أنا عايشة علشان أعمل كل اللي نفسك فيه وعلشان أنا وإنت نكون صحاب فهمني أي حاجة حلوة هي بتحبها فرحيها بيها أنا عملت ده عشانك فهمني عشانك أنت مش عشان خطر أي حد حتى لو هي على حسابك وهي تبقى عارفة أن هي أنت مثلاً زنأتي نفسك أو تعبتي نفسك علشانها هتقدر الموضوع ده وهتبتدي تقرب لك واحدة وواحدة ونمنع الدرب ده نهائي نهائي نمنعه ونقرب أكتر لها تمام وهتبص تلاقي أنت أصلاً بتحلي المشكلة اللي هي بتاعة العادة السيئة هتلاقي فيه الدنيا هدية في العدوانية العدوانية ده أصل الشخص العدواني ده بيحب دايماً يثبت نفسه يلفت النظر يحب دايماً هو اللي يبقى محبوب هو اللي يبقى مكوش على أي حاجة أي لعبة حتى لو أنت يدتي له وحدة واللي قدامه وحدة وخلاص وهو اللي مختار اللي في إيده هيبص اللي في إيده فاهماني فهو أنت وحدة وحدة هتبص تلاقيها ارتاحت نفسياً وأهم حاجة نفسياً ترتاح جوه عشان تلاقي السلوك اللي برا يعني السلوك اللي برا إن شاء الله هتبقى زي الفل هتبقى أحلى رميساء في الدنيا كلها طيب يا عم تسمع حضرتك برا مع والدتي فانت قولتها كنت حبيبتي صدقيني وراء وراء اللقى دي حاجات كتيرة هي قادرة بيها وهي أكتر خبرة هي أكتر مسئولية عنك وأتمنى حبيبة قلبي إن ماما تفرح بيكي وتشوفك أحسن حاجة في الدنيا وأشكرك يا حبيبة قلبي أشكرك يا أمل أشكرك يا رميساء ونطلع مع بعض فاصل ونرجع لكم إن شاء الله موسيقى إحنا إن شاء الله أنا أرجعت لكم وإن شاء الله هنناقش مع بعض كل سلوكيات الأطفال وكل المشاكل اللي إنتوا مش حبينها وكل حاجة ويبعتولنا ويعملولنا مدخلات وإن شاء الله إن نكون عند حسن ظنكم وإن نقدر نجاوبكم على كل حاجة إنتوا حبينها وإن شاء الله دلوقتي هننتقل لأستاذة هدير زملتي للفقرة التانية بس قبل ما نروح الفقرة التانية هفكركم إن أنا إن شاء الله انتظروني كل خميس الساعة 12 في برنامج القلب وما يريد علشان نناقش مع بعض كل المشاكل وكل الحاجة اللي إنتوا إيه حبينها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة